اهلا بكم يا جماعة ومعكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة دكتور المنح. في الفيديو ده اشرح طريقة التعديم على فرصة التدريب في اوروبا. الفرصة دي تحديدا في دولة هولندا بمدينة امستردام. والفرصة دي متاحة لطلاب البكالوريوس. طبعا زي ما احنا ما متعودين قبل ما ابدأ شرح طريقة التعديم. خلينا نعرف مع بعض ايه هي تفاصيل مميزات التدريب. ويريت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك. تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص فرص التدريب والمنح الدراسية المموالة بالكامل. هنيجي ننزل مع بعض هنا. هتلاقيني سهيب لك نبزة عن الشركة اللي بتقدم التدريب ده. وبرنامج اللي هو البرنامج ده اللي بيهتم بنشر الوعي عن اهمية الطعام وازاي احنا ما نهدرش الطعام. ده كله اللي هيكون متوفر في التدريب. هتيجي تنزل معي هنا تحت التفاصيل البرنامج زي ما قلنا الدولة المصادفة هولندا بمدينة مستردام والفرصة دي موجودة في موقع موقع كبير بيقدم العديد من فرص التدريب والمنح الدراسية. ياريت تعمل اكاونت عليه وهتلاقيني سهيب لك لينك الفيديو اللي بشرح لك من خلاله وازاي تعمل على موقع ايراسموس. بعد كده هنا زي ما قلنا المراحل الدراسية اللي بيقابلها التدريب ده هي ويمكن لجميع الطلاب من كل دول اللي علم ان هي تقدم على الفرصة دي. ومدة التدريب هيكون تلات اشهر هيبدأ من خمساشر يناير عشرين واحد وعشرين وهينتهى في ابريل تلاتين عشرين واحد وعشرين. واخر معدل التهديم على فرصة التدريب ده هيكون في تلاتين نوفمبر عشرين عشرين. التهديم سهل وبسيط مش محتاج منك شغل كتير. تابع معي الفيديو للاخر وهتفهم كل حاجة معي. طيب هنا ده دور الشخص المتدرب هو هيكون اهم حاجة بالنسبة له اللي هو النشر والترويج على المواقع الخاصة بالشركة اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي. كمان تنسيق انشاء وتنفيذ استراجية التواصل الاجتماعي. يعني هم هيكونوا ماشيين على خطة انت لازم تكون ملتزم بها. طبعا بيدو لك تدريب بيفهموك انت هتعمل كل ده ازاي. برضو هو هيكون طالب منك انك تكون دايما على الانترنت بتعمل لهم وشاركة البوستات وبتشعر لهم بوستات. هنا بالنسبة لمعايير الكبول هو بيقول لك ان انت لازم يكون لديك مهارات تواصل يكون لديك معرفة بمجالات التصويق والاتصالات والاعلام وتكون لديك معرفة او خبرة في مواقع التواصل الاجتماعي زي فيسبوك مثلا تويتر استجرام كلام ده كله. كمان بيقول لك لازم تكون على معرفة باللغة الانجليزية هو مش طالب منك شهادة تثبات لغة انجليزية. ولكن لازم تكون على معرفة باللغة الانجليزية. كمان بيقول لك لازم يكون عندك تفكير ابداعي او ريادي طبعا علشان خاطر لما تعمل لهم افكار جديدة. وكمان يكون لديك الرغبة في السفر الى مدينة مستردام. وطبعا ده حاجة كلنا احنا عايزين. بعد كده هنا بالنسبة لمميزات المنحة هو هنا بيقول لك في مميزات المنحة ان دي هتكون فرصة لمشاركة في برنامج تدريبي في دولة تانية. فطبعا انت هتختلط مع ناس تانية من دول تانية. طبعا هيكونوا مشاركين معاك في البروجرام فانت كده بتعزز المشاركة بتاعتك التواصل بتاعك. بتعزز اللغة بتاعتك كمان بتتعرف على الثقافات المختلفة. وكمان بيقول لك هتتعلم ان انت تكون مستقلة ذاتك ازاي تعتمد على نفسك. وطبعا في اخر التدريب هو بيدي لك شهادة ان انت حصلت على التدريب في الشركة دية في دولة هولندا في مدينة امستردام. طيب ازاي هنقدم على التدريب ده هو بيقول لك ان انت هتبعت السيرة الزاتية بتاعتك والرسالة التحفيز اللي هو بتاعك على الايميل ده. وانت بتبعت الايميل هو بيقول لك ان انت لازم تحط في الايميل بتاعك في العنوان في يعني في الايميل. تحط ان انت بتقدم على مسائل التواصل الاجتماعي والترويج لتطبيق التدريب الداخلي. طبعا ده انت بتكتبه بالانجلش. هو هنا حتطلق ما نصير ما نصير. طبعا انت هنا هتكتب له التاريخ اللي انت هتروح في التدريب. واللي هو احنا زي ما قلنا من يناير عشرين واحد وعشرين الى ابريل عشرين واحد وعشرين. ده كله انت هتكتبه في العنوان الخاص بالايميل بتاعك. وطبعا لما تبعت لهم ايميل يا ريت تكتب ليه انت مهتم بالفرصة دي. بيكون تلت اصطر او اربع اصطر مش كتير. يا ريت اهتم بالحاجات دي. بالاضافة ان في خطاب تحفيز موجود على الموقع الرسمي الخاص بالمنحة دي. طبعا احنا هندخل دلوقتي على موقع الرسمي نشوف كل التفاصيل اللي انا ذكرتها لك هنا. وكمان هنشوف ازاي هنكتب بتاعنا. ونعمل له بالاضافة ان احنا هنبعد وبرده على الايميل. هنيجي نضغط هنا وندخل على موقع الرسمي الخاص بالفرصة التدريب. هنا فتح معنا الموقع الرسمي الخاص بفرصة التدريب. هو هنا بيقول لك بالنسبة للانجلش هو مش طلب منك شهدة لغة انجليزية. لازم يكون يعني بتجيد اللغة الانجليزية. او هنا بيقول لك اللي هو اللي هو هنا مدة التدريب تلات اشهر بيقول لك 인ن نوع التدريب هيكون هنا برضه هتلاقي اللي هو معلومات عن الشركة معلومات عن وبرينامج اللي هو وهنا برضه هتلاقي هنا اسم المكان اللي هو الشركة الأند بروموشن هنا بيقول لك اللي هي من خمساشة ان inevitably dokment 21 الى تلاتين عبريل عشرين وواحد وعشرين. هو هنا بيقول لك اتلاتين نوفمبر عشرين عشرين. هتيجي تنزل هنا تحت هو هنا بيقول لك. بتاعتك هتكون عبارة عن ايه؟ وانت شخص المفروض يكون متوفر في ايه? دي المعايير اللي انا ذكرتها لك. هو هنا بيقول لك الحاجات اللي احنا هنوفرها لك. طبعا الحاجات دي انا شرحتها لك. لو انت عايز تيرى كل الحاجات دي من هنا مرة تانية انت ممكن تقرأها. بعد كده هنا هتيجي معايا وتضغط على هيفتح معك الصفحة الخاصة هو هنا طالب منك طبعا اللي انت هتكتبه في هتكتب حاجات بسيطة عنك هتكتب لانت متحمس ان انت تروح التدريب ده بالزات في الشركة دي لانت متحمس ان انت تاخد التدريب ده في بدولة هولندا كل ده انت هتكتبه الحاجة اللي بتحفزك ان انت تتقدم في الفرصة دي. بعد ما متخلص بتيجي بتاني تشيك على المربع الخاص بعد كده بتضغط على طبعا عشان تقدم في فرصة تدريب زي دي او اي فرصة تدريب بيقدمها موقع فانت لازم تكون عامل اساسا على موقع وتكون مالي ده بكل المعلومات بتاعتك علشان قاطر تعزز من فرصة قبولك وهتلاقيين سايب لك شرح طريقة التقديم وعمل حساب على موقع اسفل الفيديو ده وبكده انا هكون خلصت شرح طريقة التقديم على فرصة التدريب دي اتمنى ان الكل يقدم فيها وان الكل يعمل حساب على موقع هتستفادوا كتير جدا وهتلاقي فرص تدريب كتير جدا سهلة وبسيطة ولو انت عايز تقدم على فرصة دي بنفسك او تعمل حساب على موقع بنفسك فانت ممكن تتبع خطوات الشرح اللي هتلاقيها موجودة في الفيديو ده ولو انت عايز تعمل على حساب من خلالنا او تقدم على فرص زي دي على حساب من خلالنا فده بيتم عن طريق انك بتعمل الخاص بنا واللي بتلاقيه موجود في اسفل الفيديو ده تمنى ان الكل كان استفاد وما تنساش في نهاية الفيديو ان انت تعمل لايك تعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنح وفرص التدريب وشكرا